لتحليل ينضم إلينا من القاهرة ضيفنا الدكتور أيمن شهين أستاذ العلوم السياسية في جماعة الأصهر في غزة أهلا وسهلا بك دكتور على شاشتنا الغد دكتور كثيرون يراقبون الأوضاع الميدانية في قطاع غزة وهناك ثمت إفادات بأن الجيش الإسرائيلي دكتور ربما يكثف منها جماعته منذ أن تم الإعلان عن اسم يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حمس أولا هل تتطفق مع هذه المقاربات وإن كانت الإجابة بنعم دكتور هل من رسالة ما سياسية عسكرية من الجيش الإسرائيلي للسنوار برأيك مساء الخير أولا القتل والتدمير والإبادة الجماعية هي منذ اليوم الأول لهذه الحرب منذ السابع من أكتوبر عندما بدأ الرد الإسرائيلي المجنون على حد أحداث سبع أكتوبر نحن نتحدث إلى اليوم عن حوالي أربعين ألف شهيد هذا ما تم تسجيلهم في المستشفيات الفلسطينية في غزة إضافة إلى تقديرات لا تقل عن عشر ألاف شهيد تحت الأنقاض ومعتقلين لا يعرف مصيرهم وفي منهم استشهدوا ومن دخلوا في يوم سبع أكتوبر إضافة إلى المرضى وهذه مسألة مهمة كل الأمراض المزمنة كل أصحاب الأمراض المزمنة نسبة عالية منهم قد توفهم الله نتيجة نقص الأدوية عدم وجود على سبيل المثال مرضى غسيل الكلا لا يستطيع مريض غسيل الكلا أن يغسل في المواعيد المحددة له والساعات المقررة له أسبوعيا وبالتالي عدد كبير منهم يتوفهم الله ومرضى من أصحاب الأمراض المزمنة كثيرة نحن نتحدث عن أربعين ألف شهيد عن أكثر من تسعين ألف إصابة نتحدث عن أكثر من عشر إلى خمسطاشر ألف مفقود نتحدث عن على الأقل خمسطاشر إلى عشرين ألف من أصحاب الأمراض المزمنة الذين غابوا بسبب هذه الحرب وليس نتيجة وفاة طبيعية أفهمك دكتور أيمان أنا متفاهم لهذه الكلمات دكتور لكن وفقا لكثير من المراقبين يقولون في الصياق دكتور أيمان كي أستغل الوقت الهواء معك دكتور يعني مراقبون يرون الآن أنه ثمت استهدافات أخرى تتجدد إسرائيلية هناك عودة لفكرة أوامر الإخلاء لقصف المدارس التي بها نازحون فقط هم من النازحين دكتور بجوار طبعا مسألة القتل المتعمد وسفك الدماء وانتشار الأوباء والأمراض وشال الأطفال هو السؤال لماذا تعود إسرائيل إلى مناطق الوسط والشمال الآن منذ قرابة الأيام المعدود ما السبب وراء الأمر يا دكتور يعني دعني أولا أجيب على سؤالك في موضوع زيادة الهجمات الإسرائيلية ردا على تعيين رئيس المكتب السياسي الجديد يحيى السنوار أنا تقديري أنه هو فعلا وهذا قرار من حماس تحدي باتجاه تعيين السنوار أي أن كان يعني هذا القرار لكنه يحمل صيغة التحدي يعني ذهب أغتيل إسماعيل هامين هنية رئيس المكتب السياسي المعروف عنه بأنه إنسان معتدل متوازن منفتح على كثير من الأشياء حركة حماس واضح أنها أرسلت رسالة باتجاه أنه لا تريد المعتدل فإليكم يعني من تتهمونه بالدرجة الأساسية أنه هو صاحب القرار في سائف أحداث سبع أكتوبا وبالتالي هذا يعني التصعيد واضح أن إسرائيل يعني أنا بدي أقول فكرة في هذا الموضوع أنه اليمين بشكل عام اليمين الصهيوني واليمين المتطرف يعتمد فكرة مفادها استخدم القوة إذا لم تنفع القوة فمزيدا من القوة إن لم ينفع مزيدا من القوة فمزيدا مزيدا من القوة وهذا هو يعني ديدا جيش الاحتلال ودولة الاحتلال في هذه لكن دكتور وأنت أعلم هناك قوة مفرطة عشوائية وهناك قوة ممنهجة أنا أبحث إن كانت القوة الإسرائيلية ممنهجة لماذا دكتور أيمن؟ لأنه هناك إفادات وأنا قرأت منها الكثير أنه فكرة العودة الإسرائيلية أو عودة الجيش الإسرائيلي لمناطق الوسط والشمال هي لعرقلة فكرة النزوح أو العودة الآمنة الطبعية بطبيعة الحال للفلسطينيين إلى مناطق الشمال هل هذه الإفادات دقيقة دكتور أيمن؟ إن كانت الإجابة بلا فما هي الفائدة الإسرائيلية من العودة إلى الوسط والشمال؟ في غزة اليوم إسرائيل أيضا عادت إلى خنيونس كل مناطق شرق خنيونس إخزاع عبسان بن سهيلة المحطة واللي المناطق الشرق خنيونس عمليا عادت إسرائيل إليها وبدأت حركة نزوح جديدة اليوم من خنيونس وإذا أكيد تابعت الصور المؤلمة لعشرات آلاف أهلنا من شرق خنيونس وهم ينزحون باتجاه الغرب وهذا يعني هذه الهجوم على خنيونس ليس المرة الأولى في هذه الحرب تم اقتحام خنيونس في بعد غزة والشمال ومن ثم قبل لسه أسابيع اقتحموا خنيونس مرة أخرى وكانوا استمروا فيها على مدى أكثر من أسبوعين وبعد ذلك انسحبوا منها وعادوا أهلنا في خنيونس مرة ثالثة واليوم أيضا طلبوا منهم بإخلاء مناطق كبيرة في خنيونس ونفس الشيء حصل في جباليا في معسكر جباليا حصل في بيت حنون في مغازي في البريج يعني المغازي والبريج في بداية الحرب اقتحموا مخيم المغازي واختحموا مخيم البريج ووصلوا إلى طريق صلاح الدين وانسحبوا منها وعادوا اقتحموها مرة أخرى وعادوا انسحبوا منها الشمال مختلف يا دكتور وهكذا يعني تقدير المتبقي الآن المنطقة الشمال مختلف يا دكتور لأن هناك ملف ملف التفاوض إن عدنا إلى ملفات التفاوض هناك نقطة حرجة عليها حديث كثر وهي فكرة عودة النزحينة إلى مناطقهم في الشمال فإذا كانت الهجمات مكتفة بصورة شارسة وحشية اسرائيلية على مناطق الوسط والشمال فالفكرة هنا في عوداتهم باتت مستحيلة دكتور أين هذه الخطورة في فكرة الشمال يعني تمام الفكرة أنه في موضوع غزة محافظة غزة ومحافظة الشمال أو ما يعرف الآن أصبح بشمال غزة يعني الهدف الإسرائيلي الهدف الإسرائيلي العام هو تفريغ أو يعني تهجير أكبر كم ممكن من أهلنا في قطاع غزة ولكن هناك هدف مخصص للشمال وهو تفريغ الشمال بشكل كبير بأكبر كم ممكن من سكان الشمال بدفعهم بالقوة باتجاه الجنوب وفي الأيام الأسابيع الماضية يعني الجيش الاحتلال فتح طريق صلاح الدين أكثر من مرة وطلب من الناس التوجه إلى الجنوب إلى المناطق الآمنة في الجنوب لسه بالأمس كان هناك يعني من البيانات اللي بينزلوها وبيرموها من الجو أو بيتصلوا فيها اتصالات هاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للناطقين باسم جيش الاحتلال بالأمس كان طلب من أهل شمال غزة بالتوجه إلى المناطق الآمنة في الجنوب وحددوا أن الشارع صلاح الدين أتفق معك تماما بأن هناك مخطط وهناك هدف لدولة الاحتلال باتجاه تفريغ شمال قطاع غزة من أكبر كم ممكن من سكان باتجاه الجنوب وأنا تخديري في موضوع الصفقة إسرائيل لن تذهب باتجاه صفقة نهائيا وستستمر تماطل حتى إجراء الانتخابات الأمريكية في خمسة نوفمبر من هذا العام وستأخذ بعد الانتخابات على الأقل شهرين ما هو موعد تنصيب الرئيس الجديد الفائز وبالتالي حكومة نيتنياهو نحن الآن في بداية أغسطس معها حتى بداية فبراير هكذا تخطط حكومة نيتنياهو وبالتالي هي عندها الآن في حدود ست شهور ستستمر بالضغط ستستمر بالقتل من أجل والشمال سيكون محور تركيز وهو كان في السابق وما زال محور تركيز باتجاه دفع الناس والضغط على أهلنا في شمال غزة من أجل التحرك باتجاه الجنوب لن يذهب نيتنياهو وحكومته باتجاه هذا يعني تقديراتي باتجاه صفقة تعتمد أو أحد شروطها هي عودة النازحين من يعني حضرتك بتؤيد الطرح أن ربما ربما الكلمة الأولى دكتور أيمن ستكون للميدان وليست للغة التفاوض والمفاوضات سأكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة الدكتور أيمن شهين أستاذ العلوم السياسية في جماعة الأظهر بغزة شرفتنا لغاية دكتور على شاشة الآخرات شكرا جزيلا لغاية دكتور شكرا جزيلا لغاية دكتور شكرا جزيلا لغاية دكتور